نرجع شويلة الزمن لعشرين سنة وراء بهذه الموسيقى وهذه الأغنية الثورية اللي ربينا وأشنا عليها من أجيال وأجيال وولدنا أحنا على هذه الأغاني نتحدث تحديدا عن فرقة زهرات القدس هذه الفرقة اللي بتخيل الأجيال اللي عاصرت الثورة وأغاني الثورة وأنشيد الثورة وكانت دائما تنتبه لها أكيد على معرفة وعلى علم بتفاصيل المحطات اللي مرت فيها هذه الفرقة اليوم بدنا نستعيد الذكريات وإياكم وإنجاز التعبير نعيد لمشمل هذه الفرقة ما بين الضفة وغزة وأعضاؤها اللي تناثرت في محافظات الوطن أكيد بهذه الحلقة وهذه الفقرة تحديدا مليانة حب مليانة شكر مليانة عرفان لهذه الفرقة اللي خطت ولحنت وعاشت الأغنية وأغنية القضية والثورة الفلسطينية معنا في الأستوديو الدكتور سحر عمر قادر يعضو سابق في فرقة زهرات القدس سعد صباحك وأيضا تنضم لنا من غزة دي ملقسين عنده سابق أيضا في فرقة زهرات القدس صباح الخير لألك صباح النور أهلين أهلا وسهلا فيكم سعد صباحكم نورتونا وإحنا سعيدين بوجودكم معنا يمكن بيأترك لكم المجال لتصبحوا على بعض وتلتقوا مرة أخرى أهلا وسهلا يسعد صباحك الماضي شو أخبارك والله وأنا كمان سعيد جدا بوجودي معكم اليوم وسعيد أنكم رجعتونا لها الزكريات الحلوة هاي وسعيدة أنه عم بس مع صوت سحر ويعني من سنين ما شفتها ولا سمعت عنها إشي أهلا فصلنا فنطرة زبانية كتير طويلة نحن بحكم البعد الجغرافي والعودة للوطن نختلفة كل يعني إن شاء الله بتجتمعوا دائما بالأوقات السعيدة بالذكريات الحلوة وبيدي أبدأ مع حضرتك دكتور سحر نرجع شوي لتأسيس هذه الفرقة كيف اجتمعت الفرقة؟ من وين أجدت الفكرة؟ وكيف دخلت فيها وصرت أعضاء؟ فكرة زهرات القدس كانت تأسست في الجزائر تأسست عن طريق الأستاذ حكم عبد الرحمن بشكل من عدة فرقة كنا عشر زهرات كنا في مرحلة عمرية كتير صغيرة بس كان انتمائنا وحبنا للوطن خلى فينا أنه نوع من المقاومة اللي زرعت فينا عن طريق أهلنا عن طريق والدي الراحل عمر قادري الله يرحمه ووالدتي كان جزائرية اللي عاصرت ثورة الجزائرية أنا سام على اللهجة الجزائرية نوعا فأنا بنت لثورتين ثورة جزائرية وثورة فلسطينية بناء عليه كان حب الوطن وحب المقاومة كان أنه جزء من العطاء للقضية طريقة ما عن طريق صوتنا فتأسست وشاركنا في عدة مهرجنات وعدة مناسبات أبرزنا فيها صوت الطفل الفلسطيني معاناة الشعب قضية أبرزها كان يوم عيد إعلان يوم الاستقلال اللي كان في الجزائر كان يوم مميز بالنسبة إلنا كطفل فلسطيني أنه شارك في هاي الفرحة شارك في هذا الحلم نحن منشارك المشاهدين بصوركم القديمة جدا جميلة حتى هي الصورة مع النوتا وكل هاي الطفولة أنتوا لليوم صغار ما كبرتوا شيء أشاء الله عنكم طيب أنا بدي أتوجه لغزة كمان مرة ولدي مرغسين وبيدي أحكي عن كمان بدايتك مع هذه الفرقة زي ما سمعنا من الدكتورة سحر كداش بتشوفي أنه هاي هاي المساحة الوطنية اللي عشناها وربيتوا عليها إلها رسالة وبعد عشرين سنة كيف هالرسالة عايشة فيكم والله إحنا كنا صغار إيامها بس أدي كنا يعني دايما فخرين ولازلنا فخرين إحنا كنا فلسطينيين وكنا هيك نمشي هيك بكل عزة وكرامة فأيامها لما طلعت فكرة تكوين الفرقة من الأستاذ حكم يعني اجتمع مع أهلينا إحنا كنا صغار في العمر ورغم أنه إحنا كنا صغار في العمر إلا أهلينا عجبتهم الفكرة وأنه يعني ساهموا فيها وحبوا أنه نكون فيها وهيك طلعت فكرة زهرة زهرة جميل جداً طيب سيدة دايما حطينا أكتر كانت عن تحضيراتكم خلف الكواليس اختيار الأغاني كيف كنتوا تتدربوا عليها كيف كانت الأجواء بشكل عام يعني كنت بتذكر أنه لما يكون في عنا غنية جديدة لازم نتعلم عليها كنت يعني كانت تاخد بنا وقت وجهدي كتير كبير كنا يعني بعد المدرسة نجتمع كنا في أوقات الإجازات دايماً كمان يجمعونا عشان يدربونا لما يكون في عنا مثلاً مهرجان لتحضير مهرجان كنا برضو بأيام بعد نكون دايماً موجودين ودايماً نتدرب ودايماً نعيد ونزيد ونحفظ فيعني أخذت منها جهد كتير كبير يعني كنا صغار بس نتذكر أنه يعني كنا نجتهد كتير كتير لما يكون في عنا أغاني جديدة احنا نكملين بهالجو بهالمساحة الجميلة بدي أرجع للدكتورة صحر ودائماً لما نسمع كتير من الأغاني فيه كلمات إلها خصوصية يعني يمكن من بعض الأغاني تحس أنه هاي كانت الأقرب لقلبك أني أغنية كانت من هاي الأغاني لإلكم كانت الأقرب لقلبك وبيديش تغني كتير بس تعطيدها شمي من كلماتها كان أبرز إحنا مين وأنتم مين إحنا ظهرات فلسطين كانت هاي أنه تبرز أنه عن جد أنه تميزنا هاي الأغنية أنه إحنا كنا أنه نعطي صورة فعلية عن طفل فلسطيني أنه إحنا كنا في الجزائر فترتها وانتقلنا لعدة دول وحضرنا كتير مناسبات بس كانت هاي الأغنية بالدات أنه كان تمثل بالنسبة إلي أنه جزء أساسي من هويتي كانتسابي لهاي الفرقة إنه فإلها أنه أثر خصوصية لحد اليوم طب قديلنا شوي منها والله أبسطين أحنا أبسطين هل عرفتهم لأولادكم نعم هل عمد هذه مناسبة عن جد أنه بشكر فيها تلفزيون فلسطين أنه أتاح لي الفرصة هلأ أنه أعرف هذا الموروث للجيل اللي هو أولادي الآن أنه أفرجيهم أنه إشي زمن طويل أنه شو كون يعني أنه هلأ نختلف مجالي نهائي أنه أنا هلأ دكتورت أسنان يعني أنه صح أنه هو كله فن بس هذا فن أحسي وفن فأبرز أولادي أنه عطيتهم هاي الموروث أنه عن جد أنه في لمسة كانت صح أنه اختلاف أنه إحنا كنا برا هلأ هم موجودين هون يعني أنه إحساسهم هلأ صار إلنا دولة إحنا كنا نحلم أنه يكون إلنا دولة أنه نعيش هذا الأجواء هم هلأ عم يعيشوا يوم الاستقلال أنه عن جد كل حدا فيه رمش زينا أنه كنا حلم بالنسبة إلنا جميل جدا دكتورة صحر وهذا واجبنا وإحنا بنفتخر بهذا التاريخ وهذا الموروث أكيد وبدأ أرجع لسيدة ديمة أيضا اللي معنا من غزة سيدة ديمة خبرين عن مشاركتكم بتفاصيل أكثر بموضوع إعلان الاستقلال يعني في مثل هذا اليوم شو كانت مشاعركم صحيح كنتوا في عمر صغير ولكن إحنا كفلسطينيين أطفالنا بولد وفهمين القضية ومتشربين هذه القضية وسياساتها برغم كل التعقيدات الموجودة ولكن بدنا نعرف أكثر عن تفاصيل هذا اليوم كيف كان إحساسكم شعوركم وتحضيراتكم أيضا شوفي إحنا كنا نعرف القضية من خلال أهلينا كنا قدش نشوف أهلينا دائما في عندهم شو ودائما في عندهم حنين ودائما في عندهم ألم أنهن بعاد عن البلد فإحنا كبرنا على هذه الشغلات في البيت فيذكر يوم اللي رحنا على إعلان دولة فلسطين كنا هيك ريحين متحمسين وبدنا نغني وبدنا نشوف القائد أبو عمار وبدنا عم نعمل إشي لبلدنا حتى لو كانت غنية بس إحنا عم نساهم في الإشي هذا الأهلي عم بيحكوا عليه دائما فأنا بذكر أنه كنت كتير فخورة في هذا الإشي زمان لما رحنا بالذات يوم الأرض وغنينا وكنا مجدين في ذاك اليوم أكمل في هذا الموضوع تحديدا لما وصلته على هناك إحنا منعرف الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات دائما في تفاعل ما بينه وبين الزهرات والأشبال النساء بشكل عام فكيف كان استقباله لأيكم هل في ذكرى معينة وهذا سؤال يمكن بديه تشاركوه مع بعض بالإجابة أنا بتذكر أنه عمل معنا بكل تواضع وبكل محبة وسلم علينا كل البنت سلم علينا ومسك إيدينا بإيديتين مسك إيد كل بنت فينا وقالنا شكرا أنتم أجيتوا شكرا أنكم موجودين شكرا لكم يعني نيالكم والله أنا هذا الحدث الذي لا يتكرر في الحياة مرتين بس كنت بدي أوجه كمان سؤال لك صديم عرفنا أنه دكتورة صحر صارت دكتورة تسنان بعد ما كانت في هاي الفرقة وانت حاليا شو عم بتعييش وقدش كمان نقلتي هذا الشي لجيل أولادك وأيضا علمتوا لأطفالكم بكل مكان في الضفة وفي غزة أكيد شوف إحنا أهلينا كبرونا على أسس ومبادئ ومحبة الوطن وعلمونا وعملوا منا ناس صالحين لمجتمعنا وأنا دوري اليوم كأم إنه أنا كمان عم بربي ولادي على أسس ومبادئ ومحبة الوطن وبعلمهم صاح وبربيهم صاح عشان لما يكبروا يكونوا أفراد صالحين لمجتمعنا يفيدوا بلدهم ويفيدوا ناسهم أنا هذا هي فكرة الممروز الثقافي عندي من جيل لجيل شكرا لأيك أكيد شكرا لأيك شكرا على وجودك معنا ديمة الغسين ودكتور سحر قادري العضوات السابقات في فرقة زهرات القدس نتشرف فيكم بوجودكم بهذا التاريخ وهذا الإرث الجميل وطولة العمر يا رب نضلس مع هالقصص الجميلة منكم والله اللي نشملكم جميعا هيك نلتقي مرة واحدة في القدس إن شاء الله في العاصر إن شاء الله إن شاء الله وهذا كان حلو منه يوم إعلان الاستقلال وهلا إن شاء الله أنه يعلن عن جد ونلتم كل شملنا كل الشعب الفلسطيني في كل الشتات إن شاء الله شكرا لأيك